ماذا نستفيد من هذه الآية؟ على الصفا والمروة صنمان في الجاهلية فتحرجوا من الطواف بهما وبعدما كان عليهم هذان الصنمان إساف ونائلة فالله جل وعلا بيّن لهم أن هذا السعي عبادة لله عز وجل ولا يضره أن كان فيه على الصفا والمروة صنمان قد أزالهم الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم حطمهما وتفرغ الصفا والمروة من الأصنام وعاد كما خلقه الله منزها عن الأصنام مشعرا من مشاعر الله فأزال الله هذا الحرج الذي وجدوه بالسعي بين الصفا والمروة وكان عليهم صنمان فالله زال فلا جناح عليه أن يتطوف بهما لأن المحذور قد زال والحمد لله نعم